بسم الله هنشرح في الفيديو دوت آخر جزئية في الواحدة الأولى وهي استقطاب الدوق وسرعة الدوق طيب سهولة جدا ايه هو استقطاب الدوق تخيل معايا لو انت جيت في يوم شمس وقمت باصص للشمس فطبعا مش هتقدر تستحمل ولا ثانية وهتغمض عينك طيب لما تلبس ندارة شمس وتبدأ تبص للشمس تاني هتقدر تبص عادي ايه اللي حصل؟ حصل استقطاب للدوق يعني ايه الكلام ده؟ الدوق عبارة عن موجات كهرومغناطسية ليها مجال كهربي المجال الكهربي للدوق هو اللي مسؤول عن الظواهر الضوئية كلها فدي نقطة نخلي بالنا منها طيب الضوء اللي جاي من الشمس ده ضوء المجال الكهربي بتاعه بيتزبزب في جميع الاتجاهات يعني ايه؟ يعني لو انت عينك هي الضوء اللي جاي من الشمس ده هتلاقي جاي مجال الكهربي بيتزبزب في الاتجاه ده ومجال الكهربي تاني بيتزبزب في الاتجاه ده فمجالات كهربائية بتتزبزب في اتجاهات عشوائية في كل الاتجاهات وبالتالي بينتج عن كده ضوء متوهج او ضوء غير مريح للعين او اللي بنسميه في الفيزياء ضوء غير مستقطب فالضوء الغير مستقطب هو ضوء غير مريح للعين او ضوء متوهج فده بيبقى مشكلة ليه ان انا اوصله او بيوجع عينيه طيب ايه هو الاستقطاب الاستقطاب بكل سهولة تتوقعه يكون ايه؟ هو انتاج ضوء بنمط تذبذب معين يعني ايه؟ يعني هخلي اللي يوصل لعيني نمط واحد من دول وبالتالي عيني هتستريح فممكن نقول برضو ان الاستقطاب هو السماح لموجات زاد تذبذب واحد زاد تذبذب في مستوى واحد فقط بالمرور او بنقول حجز الضوء الذي لا يوازي محور الاستقطاب تقول استنى هو ايه محور الاستقطاب اللي انت قلته في نص الكلام ده؟ هقول لك تعال اوضح لك الاستقطاب معنى اننا منعت بقية الموجات اللي بتتذبذب في الاتجاهات التانية ديت من المرور فقلنا ان ديت عملية الاستقطاب ده بيحدث ازاي؟ بيحصل بطريقتين اول حاجة اسمها عن طريق الترشيح يعني ايه؟ الترشيح دوت هو عبارة عن عن انا بجيب حاجة اسمها مرشح او مستقطب مستقطب ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن حاجة زي كده وفيها زي الواح او فيها اعمدة الاعمدة ديت ممكن تكون رأسية وممكن تكون افقية طيب ايه لازمتها يعني؟ لما يبقى عندي شوع من الضوء غير مستقطب يعني المجال الكهرابي بتاعه بيتزبزب في اتجاهات عشوائي فييجي عدي من المستقطب ده مش هيعدي من المجالات ديت غير اللي بيوازي محور الاستقطاب ايه هو محور الاستقطاب؟ هي العمويت دي وبالتالي تتوقعوا لما الضوء الغير مستقطب ده يخش على المستقطب ده او المرشح مين اللي هيعدي؟ قلنا اللي هيعدي بس الموازي لمحور الاستقطاب طب انا محور الاستقطاب عندي رأسي وبالتالي مش هيعدي غير بالضبط الموجات الرأسية طب والتانيين راحوا فين؟ اتحجبوا يبقى اول طريقة الاستقطاب ان انا بقلل الموجات الكهربائية اللي بتتزبزب في اتجاه عشوائي في الضوء الغير مستقطب عن طريق ان انا استخدم مرشح او مستقطب ماله المرشح ده بيكون فيه محور استقطاب اللي بيعد منه بس هو المجالات الكهربائية اللي بتتزبزب في اتجاه موازيلي وبيحجب باقي الزبزبات وبالتالي اللي بيعديلي من المستقطب نصف شدة الضوء الاجمالي فخلي بالك من ديها لان هتيجي في المسائل هيبقى رسملك ازاي؟ هيبقى رسملك مستقطب كده ويقول لك داخل من هنا ضوء شدته اي نوت تتوقع الضوء اللي طالع من هنا شدته قد ايه؟ فهتبقى شدته نص اي نوت الاي واحد اللي هتطلع من هنا هتساوي نص اي نوت طيب دي طريقة تاني طريقة تاني طريقة بيحصل بها الاستقطاب اسمها اللين عكاس ازاي؟ انت واحنا في الصيف كده لما بتروح البحر والجو في عز الشمس فهتقدر تبص على سطح البحر ولكن هتقفل عينك شوية لانها هتحس ان الضوء في سن التواهج ولكن هتقدر تبص عادي مش زي الشمس مش هتقدر تستحمل طب ايه اللي حصل على سطح المية اللي حصل على سطح المية هو استقطاب جزئي وهو ده اللي بنسميه الاستقطاب عن طريق الانعكاس فبنقول ان لما الضوء بيسقط على سواء اللوح زجاجي او على مية بيحصل استقطاب جزئي ازاي؟ انا لو عندي شعاع ضوء اعمل كده وهينعكس على عيني كده الشعاع الضوء ده كان جاي من الشمس غير مستقطب السهم الكبير معناه ان الضوء متوهج او الاشاعة دي هتكبيرة لو جات في عيني هتقزيها طيب فهيفضل نازل زي ما هو بشدته وبعد كده ايه اللي هيحصل لما بييجي على سطح اللوح الزجاجي او الماء بيحصل له استقطاب جزئي يعني استقطاب جزئي يعني الموجات اللي بتتزبزب موازية للسطح هي اللي هتنعكس بجزء كبير يعني هتنعكس زي ما هي اهمال فين اللي استقطاب في كده الموجات التانية هتقل شدتها يعني هي دي اللي بيحصل لها استقطاب وبالتالي انت بتقدر تبص للمية اه ولكن هيبقى مزال فيه زبزبات شديدة مؤزية لعينك ولكن تقدر تستحمل غير الضوء اللي جاي هنا فبنقول ان بيحصل استقطاب جزئي عشان الضوء المنعكس بيحتوي على كمية كبيرة من الموجات التي تتزبزب في اتجاه موازي لسطح الزجاج او البحر طيب لو انت عايز تريح عينك يا ترى هتلبس نضارة محور اللي استقطاب فيها رأسي ولا محور اللي استقطاب فيها افقي وقف خمس ثواني وفكر طيب انت دلوقتي كل همك اننا الاشاعة ديت هي اللي ضراني وبالتالي عايز قبل ما تيجي على عيني تتحجب فالاشاعة دي افقية وبالتالي هستخدم لها عشان احجبها محور استقطاب رأسي برافو وبالتالي هتعدي بس اشاعة خفيفة اللي هي الاشاعة الحمرى الرأسية دي وبالتالي عيني هتقدر تستحملها عادي طيب يبقى دول الطريقتين بتوع الاستقطاب طيب بعد كده في عالم ام جاي وام قيل طيب احنا جبنا مستقطب وكان فيه ضوء غير مستقطب وليكن المستقطب ده كان محور الاستقطاب في عمودي فخلاص اتفقنا ان اللي هيعدلنا بس هو الزبزبات الموازية للمحور الاستقطاب طيب واتفقنا ان انا لو جبت مستقطب بعده محور الاستقطاب فيه افقي وبالتالي مفيش اي ضوء هيعدلي من هنا لان هيحجب كل الضوء ده طيب ام قيل طب لو انا جبت مستقطب ولكن محور الاستقطاب فيه مش افقي كان عامل زاوية سيتا مع محور الاستقطاب اللي قبله يعني محور الاستقطاب اللي قبله كان رأسي محور الاستقطاب بتاع المستقطب التاني ده عامل كده عامل زاوية سيتا فهنا اتوقع شدة الضوء اللي طلع من هنا كام فقام حاطة قانون قاعد يجرب كتير لغاية لما وصل لقانون بيستنتج به شدة الضوء اللي بتطلع من مستقطب تاني وسمى باسمه قانون مالوس قانون مالوس ده ايه فييدته قانون بيوضح مدى انخفاض شدة الضوء عندما يعبر من خلال مرشح مستكتب تاني فقال ان شدة الضوء اللي طلع من المستكتب التاني هتساوي شدة الضوء اللي طلع من المستكتب الاول كوزاين تربيع الزاوية اللي عاملها المستكتب التاني مع محور الاستقطاب الاولاني فهو بيربط لي ما بين محوري ما بين مستكتبين الضوء عدى ما بينه فنخلي بالنا لو قال لي جاب لي في مسألة ان هنا اي نوت وعايز اي اتنين فبقول له ان اللي هيعد من محور الاستقطاب الاولاني ده هو نص اي نوت ده كده الاي واحد وهيبقى الاي اتنين هيساوي اي واحد كوزاين تربيع سيتا او هشيل الاي واحد وحط اي نوت نص اي نوت كوزاين تربيع سيتا دي هتلاقيها في المسائل وفكرة مهمة ان انت تكون عارفة طيب كوزاين تربيع سيتا ده ده فدي نقطة نخلي بالنا فده كده الاستقطاب والطريقتين بتوعه والقانون بتاعه مالوس اللي بيستنتج شدة او انخفاض شدة الضوء اللي بيعبر من مستقطب تاني هندخل على موضوع جديد وهو سرعة الضوء وطول مكتو وترددو طيب تمهيد بسيط كده ايه هو الطول الموجي وايه هو التردد فبنقول ان الطول الموجي هو المسافة ما بين كمتين متتالين او قاعين متتالين والتردد هو عدد الزبزبات اللي بيحصل في الثانية يعني دي كده زبزبة او موجة ودي كده زبزبة او موجة معنى كده ان ديت اتنين موجة في الثانية او بنقول ان هي اتنين هرتز طب ركزوا معايا ايه لي علاقة ما بين الطول الموجي والتردد لو انا امتعامل كده لو اعتبرنا ان دول نفس الزمن فهنشوف الطول الموجي هنا هلاقيه قال طب التردد ايه اللي حصل فيه ادي موجة ادي التانية ادي التالتة فلما الطول الموجي قال التردد زاد فمعنى كده ان العلاقة ما بين الطول الموجي والتردد هي علاقة عكسية وبنقول ان اللي بيحدد التردد دوت هو المصدر واللي بيحدد الطول الموجي للموجة فيه الوسط هو المصدر زاد الوسط طيب العلاقة اللي بتربط الاتنين ببعض الطول الموجي بتاع الضوء في الفراغ بيساوي سرعة الضوء في الفراغ على تردد الموجة طيب ايه علاقة ده كله بنقول ان كل الوان الضوء المختلفة لها ترددات وطول موجي مختلف يعني اللحمر زي ما قولنا قبل كده هو اكبر طول موجي وبيفضل الطول الموجي يظهر يظهر لغاية اللازرق او البنفسيجي هو اقل طول موجي واكبر تردد ففي المسائل بنستفاد من القانون ده ان لو هو قال لي موجة معينة ترددها كذا هعرف اجيب طولها الموجي لان انا عارف ان السي ده معلوم بالنسبة لنا كلنا ان هو تلاتة في عشر او ستمانية متر على السنة طيب في عالم اكتشف حاجة مش احنا لو في عربية اسعاف مثلا او بوليس معدية انت واقف هنا مثلا عربية الاسعاف دي وهي جاية ده التردد وبتاع سابت ولكن بتلاقيه بيبقى قليل وانت بعيد يعني عدد الموجات اللي انت هتسمعها هتبقى قليلة والطول الموجي كبير فوانت بعيد الطول الموجي اللي وصل لك كبير والتردد قليل لما العربية دي بتبدأ تقرب منك فبتسمع ايه بتسمع صوت اعلى بتخيل عربية اسعاف او بوليس جاية من بعيد فسمع صوتها خفيف اول لما بتعدي جنبك بتسمع صوتها عالي ومزعج فايه اللي بيحصل عدد الموجات اللي بتخبط في ودنك بيزيد يعني التردد بيزيد وشايف طول الموجة حصل في ايه قل اللي علاقة عكسية زي ما قلنا ولما بتبعد تاني الطول الموجة بيزيد تاني والتردد بيقل صوتها بيبدأ يبعد عنك فبتبدأ تحس ان مش بنفس التردد اللي كان واصل ودنك وبالتالي بنقول في عالم اكتشف ان الطول الموجي اللي طالع من عربية الاسعاف ده والتردد كان طول موجي واحد هو الصوت اللي طالع من السرينة بتاعته هو هوه ما اختلفش ولكن انت كشخص لاحظت ملاحظتين مختلفين لما هو كان بعيد عنك حسيت ان التردد قليل لما هو قرب منك حسيت ان التردد عالي فقال انا عايز احسب بقى بالزبط الطول الموجي والتردد اللي انت هتلاحظه على حسب المصدر ده بيبعد عنك ولا بيقرب منك فبنقول ان السرعة النسبية طالما في حاجتين بيقربوا او يبعدوا عن بعض يبقى هنرجع لدرس السرعة النسبية اللي كان موجود السنة الفاتت فالسرعة النسبية نفتكر هي كانت تعرفها ايه هي مقدار الفرق في السرعتين المتجهتين لكل من المصدر والمراقب فكنا بنلاقي ان لو في عربيتين ماشيين قصاد بعض هنلاقي ان السرعة النسبية بتزيد هتحس ان العربية اللي جاية قدامك دي ماشية بسرعة اكبر من سرعتها ولما انتو اللي اتنين تمشوا في نفس الاتجاه مع بعض هتحس ان هي مش سريعة قوي يعني فهتحس ان سرعتها الفرق ما بين سرعتك وسرعتها فبنقول العالم اللي اكتشف التأثير ده اسمه دوبلر فايه هو تأثير دوبلر تأثير دوبلر بيصف طريق التغير تردد الضوء لما المصدر بيقترب من المراقب او يبتعد عنه زي ما قلنا هنا كده لما عربية الاسعاف بتبعد عنك بتحس ان التردد قل لما تقرب منك هتحس ان التردد عالي فاول حاجة بنقول ان التردد اللي انت هتلاحظه F Observer هيساوي التردد اللي طالع من المصدر ولكن بيزيد او بيقل بمقدار واحد موجب او سالب V على C السرعة بتاعة الجسم ده على سرعة الضوء فلو قلتلك ان انا مثلا جاي بكشاف وبقرب منك بسرعة معينة والكشاف ده تردده كزا تردد الضوء اللي طالع منه كزا فانت هتلاحظ التردد ازاي فهتقول لي لو انا باقترب لو لو الكشاف بيقرب مني وبالتالي هحس ان التردد بيزيد فمعنا كده هستخدم الاشارة الموجبة يبقى لما المصدر بيقرب من المراكد فبيحس ان التردد اللي وصل له ازيد من تردد المصدر وبالتالي باستخدم الموجب يبقى لما بيكون الجسم مقترب من المصدر وامتى هحسه سالب او هحسه اقل من تردد المصدر لما يكون مبتعد وبنفس الطريقة ام استخدم الرياضيات والعلاقة ما بين التردد وي الطول الموجي فقام استنتج انزياح دوبلر ايه هو انزياح دوبلر ام عوض وام جايب الفرق ما بين الطول الموجي اللي انت بتلاحظه والطول الموجي للمصدر فشاف ان هو بيساوي موجب او سالب فيه على سي فيه الطول الموجي للمصدر يعني ايه يعني الطول الموجي اللي انت هيوصل لك ناقص الطول الموجي للمصدر لو اللي وصل لك كان كبير اكبر من المصدر فمعنى كده ان الجسم بيبعد عنك فمعنى كده هيبقى بالموجب فامتى بستخدم بالموجب لو الجسم بيبعد عنك امتى هستخدم السالب لو الجسم بيقرب منك فهتحس ان الطول الموجي اللي وصل لك اقل من الطول الموجي المصدر وبالتالي لما تطرح ده من ده هتلاقي ان الاشارة سالبة استخدمنا في ايه بقى انزياح دوبلر ده في مراقبة الكواكب او نعرف الكواكب اللي حوالينا والمجرات اللي حوالينا هل هي بتبعد ولا بتقرب ازاي عم لما كوكب مثلا يبعت لنا موجات فاحنا نلاحظها هنستقبلها على كوكب الارض ونقيس الطول الموجي بتاعها فلو لقيت ان الطول الموجي بتاعها بيسوي رقم معين ده اللي انا لاحظته وانا ايس الطول الموجي بتاع نفس الزرات اللي انا استهديت على الارض فلقيت ان الطول الموجي بتاعها رقم معين هطرح اللي اتنين من بعض لو لقيت ان الطول الموجي اللي انا لاحظته نقص الطول الموجي اللي انا ايسه على الارض بالموجب فمعنى كده ان الطول الموجي ده اللي انا لاحظته اكبر فمعنى كده ان الجسم ده بيبعد عننا فمعنى كده ان الالوان اللي جاية من الجسم ده طولها الموجي بيكبر واحنا عارفين ان اكبر طول الموجي اللي احمر واقل طول الموجي اللي ازرق فلما اقول لك ان مثلا الضوء اللي اخدر اللي جاي ده بدأ طول الموجي يكبر فمعنى كده ان هو بدأ ينزاح نحو الاحمر والعكس صحيح لو الدلتا لاندا اللي هو لاندا اوبزيرفر ناقص لاندا طلعت بالسالب يعني الطول الموجي اللي انا شايفه اقل من الطول الموجي اللي انا ايسه فمعنى كده ان الجسم ده بيقترب مننا ومعنى كده ان الاطوال الموجية بتنزاح نحو الازرق فعشان كده يقول لك مثلا ايه ان نهاية العالم في 2020 ليه؟ لان في مجرة بتقترب مننا وهتخبط في الارض وخلاص معادش هيبقى فيه حياة على الارض وهكذا من الحاجات اللي بيقولوها ومش صحيحة ولكن هي مبنية على اساس الملاحظات اللي بنقولها دي اتمنى يكون الشرح مفيد ولو استفدته ياريت تعملوا لايك وتشاركوا عشان توصل المعلومة الاكبر مستفيد